اليوم تقلبات سعر سهر في الليرة مرتبطة كثير في تشكيل الحكومة لانه مع تشكيل الحكومة في ناس متأملة انه ممكن يعادل تفعيل المبادرة الفرنسية مبادرة الفرنسية اللي بوقتها كانت انه يا جماعة هيت لنعمل حكومة على شهرين بهيدول الشهرين ببكي بنزبط لكم البور والكهرباء والاتصالات ويمكن البنك المركزي وبعد ما نزبط هيدولي بهالشهرين بيتحردك البلد الاقتصاديا النتفي بعد ما تكون ترجاعوا وعملوا سييييسي وتحالفات ومعرفش وصطفلو بس انه خلونا هذين شهرين نزبط فيهم البلد ادمر نادر وبالتالي لو صدقت مبادرة الفرنسية او لو تحققت مبادرة الفرنسية كانت اجت الشركة المانية ظبطت لنا الكهرباء اللي هي على الارجح سيمنز وكانت اجت شركة فرنسية ظبطت البور اللي هي على الارجح سام أسي جام وإلى اخره وبالتالي كان فيك رأس مال جديد على البلد وانت عش البلد وهذا الشي كان أدى لاستقرار سعر الصرف ولتحسن شوي الوضع الاقتصادي وبالتالي وقتا كان الشعب اللبناني موعود بالمبادرة الفرنسية كانت الليرة عطوا تدول بسعر بسبعة الاليف تقريبا وتحسوا ان المبادرة الفرنسية طارت طلعت الليرة وهلأ وقتا رجع الرئيس الحريري وعم بيقول انه ماكرون وانه خلينا نعوي الحكومة وانا ملتزم المبادرة الفرنسية رجع نزل سعر الصرف شوي وبالتالي اليوم التقلوبة في سعر الصرف كتير عم تكون مرتبطة على المدى القصير هلأ على المدى المنظور بتشكيل الحكومة والالتزام الفرنسي تجاه لبنان انه خير رح يساعدونا يمكن يجيبو لنا صندوق النقد يساعدنا كمان اذا الفرنسي يضغطوا عليه غير ما نحنا نجرب نتفاوض معه يمكن بكرا بيفتحو لنا سادر كمانا ما حدا بيعاف لوان منوصل وبالتالي كل هالأمال مع بعضها تخلي ان الناس ترتاح بس تحس انه قربت المبادرة الفرنسية انه انه تصير وبالتالي ما بتعود بحاجة انه تضب دولار خايفة للايام الصعبة طبعا هيدا الموضوع السياسي النفسي بأثر على التقلبات اليومية تبع الدولار على المدى القصير ولكن الاتجاه على المدى الطويل للدولار مرتبط اكتر بالقواعد الاقتصادية اللي هي انه تداش فيه كمية ليرا بالسوق مقابلة تداش فيه كمية دولار وبالتالي كل ما نحنا بالربنان نجي ونضخ ليرا اكتر بالسوق كل ما بالاخير بما كان الناس ترجع تحولها للدولار لانه تشتري فيها بضاعة وبهذه البطاعة نحنا نستوردها من بره ما هيك وبتالي ننفع هذا الدولار ليس انهيكي الحل الجزري لمشكلة الدولار ما له علاقة بانه شكالنا حكومي ولا مشكلة حكومي له علاقة بانه بدنا نخفض طبع ليرا ولنخفض طبع ليرا لازم الحكومة الليبنانية تخفض نفقاتها لانه اليوم نحنا اتباعة الليرا مرتبطة بيتمويل عجز الموازن العامي ولا يجب اعادة هيكلة الكطاع المصرفي لان يوم تدعى المصرفي عم بيصحب دولارات الناس بالليرة باي ليرة بالليرة عم بيطبع لها المصرف المركزي وبالتالي كل شي وما منحل هيدولي المشكلتين الجوهرية البنيوية بالاتصاد الليبناني رح تضل الاتجاه العام طويل الامد تبع الدولار هو تصاعدة موسيقى